أكد وزير النفط حيان عبدالغني أن الشركات الأجنبية ما تزال تعمل بحرية في العراق وهي في توسع ونمو سواء في استثمار النفط أو الغاز مشيرا إلى أن انسحب بعض الشركات تم بإرادتها وبدوافع اقتصادية بحتة وأضاف عبدالغني أن تلك الشركات تهدف إلى تحقيق الأرباح وتبحث عن الفرص الربحية أينما كانت والشركات الأجنبية خاصة الأوروبية لديها رغبة في الاستثمار في الحقول الغازية في العراق مشددا على حرص الوزارة على تحويل العراق من مستورد إلى مصدر في مجال المنتجات النفطية